بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مشاهدين الكرام مشاهدي قناة كربلاء الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم أسعد الله وقاتكم بكل خير وحياكم الله معنا من جديد وبرنامج حياة المصطفين البرنامج المباشر الذي أتيكم مدينة النجف الأشرف برفقة الضيف الدام للبرنامج الأستاذ عباس ألوها بالشمري حياكم أستاذ عباس حياك الله أبو زينب الله يحفظك أهلا ومحباك الله بالسلام مشاهدين الكرام ما زلنا في مبحث الإمامة في القرآن وتناولنا في حلقات ماضية آية طاعة أولي الأمر كمدخل لهذه القضية وتناولنا بعض الجوانب من آيات وردت في سورة النساء تتحدث عن طاعة أولي الأمر واليوم سنكمل في هذه القضية وبعد دقائق من الآن ستكون أرقام الهواتف جاهزة للاتصال والطرح الأسئلة فيما يتعلق بموضوع الإمامة في القرآن وبالتحديد في آية طاعة أولي الأمر حياكم الله حياكم نقرأ الآية المباركة وندخل في بعض الجوانب الخاصة تناولنا بعض المحاور وبعض الأسئلة طرحناها واليوم نكمل في هذه القضية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل وهناك آيات أيضا بعدها تأتي ولكن دعنا سر عباس نتحدث عن موضوع الطاعة تناولنا موضوع الطاعة بالمجمل وطاعة الباري عز وجل طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر لكن قد سأل يسأل عن حدود هذه الطاعة في أي مجال إلى أين ممكن أن يصل هذا الموضوع موضوع الطاعة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد الطاعة هنا عندما تصدر أو تصدر الأمر في طاعة الله نعم فمعنى بأنه حدها مفتوح يعني كل ما يرد عن الله تبارك وتعالى يجب طاعته كل أمر لله يجب طاعته الطاعة هنا متعلقة بالأمور التشريعية يعني ما يحكم به الله يجب طاعته فمعناها الفعل الاختياري من الكائن باقي يجب أن يوجهه إذا كان يؤمن بالله يجب أن يوجه باتجاه طاعة الله تبارك وتعالى فلا نستطيع أن نقول حدود الطاعة مقترن بأمر معين الله ما يصدر عن الله يجب طاعته ما يصدر عن الله مباشرة يرد في الذهن الآيات القرآنية يعني ما ينزله الله في كتابه باعتبار أن كلام الله تبارك وتعالى هو الذي يمثل مصداق ما أراده الله هذا الأمر أيضا لا يمكن ولا يتصور أن الإنسان ينبري إلى طاعته كأحكام بشكل مباشر لأنه القضية متعلقة أيضا بما الذي يفهمه من الأمر يعني أحيانا أنت تريد أن تطيع لكن فهمك للمطلوب أو للأمر متباير فأنت تفهم الأمر بشكل معين وغيرك يفهم الأمر بشكل معين تحتاج إلى من يبين الأمر هنا جاءت طاعة الرسول كتبيان باعتبار أنه طاعة الله لا يمكن أن تتحقق لا يمكن أن تتحقق من دون طاعة الرسول لأنه نحن نتحدث عن أمور تشريعية أحكام الله تبارك وتعالى يحكم بها فعندما نختلف في أمر معين من الذي سيبين لنا حكم الله أنا فهمت أمرا معينا ونختلف واختلفنا فليجب الرجوع إلى الرسول فإذا كل ما يرتبط يعني كتقعيد عام كل ما يرتبط بطاعة الله وكل ما يرتبط حتى بحب الله لا يتجسد إلا عبر طاعة وحب الرسول يعني الله تبارك وتعالى كل ما كان هناك انشداد قلبي إلى الله تريد منه التقرب إلى الله وتريد منه طاعة الله والتحقيق ما يريده الله تبارك وتعالى منك فمعياره الحقيقي ليس لا لفظيا ولا أماني ولا ما إلى ذلك وإنما مصداقه الحقيقي هو بالرجوع إلى الرسول وطاعة الرسول واتباع الرسول والاحتكام إلى الرسول هذا المعنى يعني بأنه حدود طاعة الرسول أصبحت مفتوحة فأنت لأنه كل أمر تريد أن تطيع الله تبارك وتعالى فيه فتعقد النية قلبا إلى أنك تطيع الله لكن تحقيقا لهذه العزيمة تتم عبر طاعة الرسول إذن طاعة الله لا حدود لها وطاعة الرسول أيضا لا حدود لها أي عندما نقصد لا حدود لها أي أننا منتظرون ما الذي يأمر به الله نفعله ما الذي ينهانا عنه ننتهي عنه لكن هل ندخل أهوانا وأفهامنا لتحديد طبيعة الحكم الإلهي عندما يأمرنا الله تبارك وتعالى بشيء فعلينا أن نحققه على وفق ما أراد الله هذا المعنى يجعل للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله المعيارية سواء في بيان الحكم ومعيارية أخرى لأننا بالفعل قد حققنا طاعة الله وإلا تتحول طاعة الله ورضى الله وحب الله تتحول إلى طلاسم لأنه الجميع يدعيها لكن في الحساب لا نعرف من الذي حققها فعلا أم لا فإذن المعيار فيها هو طاعة الله وأعتقد أنه بالحلقة السابقة بينا بأنه تجينا أمور معيارية مثل أن الله يرضى لرضاء فاطمة صحيح عليها السلام ويغضب لغضبها هذا يعطينا المعيارية لمعرفة غضب الله ورضى الله فيكون عندنا أنه هل رضيت فاطمة عنها فمعنىها الله رضى من دون ذلك الكل تعتقد تتصور بأن الله رضى عنه من الذي قال يعني نحن الآن المسلمون مثلا لا يوجد من المسلمين من لا يحب أن يتقرب إلى الله ويطيع له لكن ما هو المعيار بأنه أطاع أنفع الرسول وأهل البيت فقط عندك هو الذي يحقق المعيار البعض يقول أصلي لأنه لا بد أن يعطي مصادق فيقول لك أنا عندما أصلي معنى أرضيت أرضي الله عني في طاعة الله باعتبار أن الله أمر بالصلاة نعم الأمر كما تقول لكن كلمة أنك تصلي صليت وأقمت الصلاة هل هذا يمكن أن يكون في معزل ندخل في موضوع كيفية في معزل يعني أنت عندما تقول أنا مجرد أصلي أم أصلي تقول لا الأمر يدور حول التفافي حول الرسول وما بينه الرسول وكيف أعطاني المعايير التي تحقق قبول الصلاة من عدم قبول الصلاة كل هذه الأمور تدخل فحتى التفريعات الأخرى بالنتيجة ترتبط بالرسول وكيف تأخذ عن الرسول وكيف تعظم شعائر الله عبر ما بينه الرسول الأكرم إذن أستاذ عباس باختصار طاعة لله وطاعة للرسول وأولي الأمر كما قلتم أولي الأمر الامتداد كامتداد لطاعة الرسول مع الرسول لا يوجد أولي الأمر يعني في حياة الرسول لنقول ولي الأمر هو الرسول أحسن طاعة الرسول عندما يكون الرسول صلى الله عليه وآله موجود فالجميع تلتف حول الرسول وتطيع الرسول الرسول دوره أن يبين من هم أولي الأمر الذين على الناس أن تتبعهم من بعده لكي لا تحصل الفجوة الفجوة إذا حصلت يعني الناس بعد الرسول إذا اضطرب المنهج الذي أراده الله في سبيل تحقيق طاعته وأصبح أولي الأمر في هذه المرحلة قابل للانطباق على أي أحد تبعاً للهواء أو تبعاً للمقدرات التي ممكن أن يحصل فيها وأن أحد يعتلي منصة الحكم بعد رسول الله عبر الغلبة أو عبر أي شيء فإن لم يكن هناك بيان من الرسول سيتحقق هذا الأمر إذا لم يكن هناك بيان من الرسول إذا لم يكن هناك بيان من الرسول سبوحاً قدوس لأنه أمرنا بأن نطيع أحد ممكن أن يخطئ ممكن أن يدخلنا في الظلال هذا المعنى إذا قبله الناس عن أن يكون من فعل الله كذلك فهم لا يعرفون الله أصلاً والإله الذي يعبدونه ليس هو الإله الكامل لأنه ما معنى أن يكون الإله كاملاً معناه بأنه منزه عن كل نقص وإلا إذا فهمنا بأنه ممكن أن لنقل نصف الله بصفات تدل على وجود النقص كما لو أنه أمرنا بطاعة شخص لا يؤمن في طاعته الحق فهذا يعني بأن الله سرع ربص هذه سنة إلهية منذ بدء الخليقة تمام يعني ليست متعلقة بالمنظومة الإسلامية ليست متعلقة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أصلاً ليست متعلقة بالرسل ليست متعلقة يعني أي إنسان يريد يعرف الله فلا بده أن يرجع إلى صنع الله وإلى ما فطره الله تبارك وتعالى عليه ثم يحكم بأن الله تبارك وتعالى هل يمكن أن يكون الله يعني ظالماً هل يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى يدعو إلى ظلال ممكن أن لا يكون عالما هذه كلها تأتي قبل أن يأتي الرسول وتأتي الكتب وكل ذلك يدخل ضمن رحلة العقل في توحيد الباري بعد ذلك الانتكاسة تحصل أنه عندما لا نستطيع أن نحافظ على الصفات الإلهية التي فطرنا عليها وهي صفات الكمال يعني الخالق لا يمكن أن نتصور بأنه خالق وجاعل كل هذا الكون وكل هذا النظام ثم نطعن في قدرته على تصريف شؤون البشر بالشكل الذي يؤمن الطريق إليه من دون وجود العثرات في قضية الإدارة لذلك الذين يقولون بأنه لا توجد عصمة هم لا يقولون بأن الله تبارك وتعالى مثلا لا يريد المعصوم ولا يريد المعصوم وإنما سيدعون الدعاءات أخرى وهي مثلا يقول لك وهل يوجد في البشر إلا خاطئ يعني لا يقولون أنه البشر ليس عنده القابلية والقدرة على أن يعصم نفسه فلا بد أن يقع في الأقطاع وهذه من إحاعة الشيطان للناس لأنه نفس المعنى ما دام هذا الإنسان من صنع الله فالله عالم أزل بأنه البشر إذا كان كله غير يعني لا يؤمن كله خطأ فهذا مدعث لأنه لا يخلق الله البشر يعني لا يمكن أن يخلق البشر ثم لا يجعل هناك نموذج يدل على كمال صنعه صحيح لأنه الصانع يصنع فيدل بصنعه عليه فإحنا من أين نعلم بأن الله كامل إذا لم تكن عنده القدرة على أن يخلق خلقا كاملا مو كاملا بمعنى أنه يتصف بصفات الباري لا وإنما كاملا بحيث يدل على كماله هذا المعنى إذا فهم بشكل دقيق سنعي بأنه العصمة أساسية ليست فقط في قضية التنظيم وإنما في قضية الإشارة إلى الكمال الذي يستحقه الباري لأنه الصانع يدل على كماله بصنعه فلذلك كل آية ترتبط بالطاعة يأمر بها الله بطاعة أحد فلابد أنه يكون هذا معصوم أو دليل على عصمته أولي الأمر في هذا المقام لا بد أن يكون معصومي طيب استر عباس نبقى في مجال أولي الأمر وذكرتم قضية ما قلتم في زمن الرسول في وجود الرسول لا يوجد أولي الأمر نعم ولي الأمر هو الرسول لا يوجد غير متشيئين موجود موجود مع الرسول لكن الحاكمية والرجوع بالحكم إلى الرسول بعد الرسول أيضا هناك حالة وحدة في هذه القضية لا يمكن أن يكون ولي أمر ثاني غير ولي الأمر الإمام المنصوب وإن كان موجودا موجود صامت و ناطق فلنقل في زمن أمير المؤمنين نعم هو ولي الأمر ولكن وجود الحسن الحسين عليه السلام وفاطمة الزهراء والزهراء سلام الله عليها لا علاقة لهم بقضية الولاية يسمون لهم لا علاقة لهم يسمونه صامت و ناطق يعني إذا كان إماما في زمن واحد فأحدهما صامت و الآخر ناطق لماذا؟ لأنه لا تحتاج إلى ناطقين بإسم الله يعني الفكرة مو فكرة تمييز إنه الإمام مع الله هو لا يستشعر هذا قضية الإمامة هو يستشعر بأنه عبد الله فإذا كان الأمر قد أدي بالشكل الذي يضمن تحقيق عدل الله و حكم الله فلا يوجد داعي لأنه يكون هناك ناطقاً و إنما يكون هناك ناطق واحد فمن هذه الناحية قلنا بأنه مع وجود الرسول أولي الأمر مع وجوده نحتاج إلى تعيينهم فقط لأنه انطلاقية أو ناطقيتهم تبدأ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لا دور مناطبه لا دور له في قضيته كلمة دور هنا بمعنى أنه الرجوع إلى المعصوم أو إلى الرسول صلى الله عليه وآله في أخذ حكم الله من نعم كاف يعني لا تحتاج أنت إلى أن تأخذ الأحكام بهذا الشكل و إنما تعود فيه إلى رسول الله بل إذا رجعنا إلى التنظيم أو إلى نظرية الشيعة الإمامية فإنه كل ما يرد عن أولي الأمر هو عن الرسول يعني أخذوه عن الرسول مصدر واحد لأنه هذا كل حديث نسبته أم المنسب يعني كل حديث يرد عن المعصوم فهو عن أبيه عن جده عن رسول الله عن جبرائيل عن الله هذا ماذا ما المقصود بهذه السلسلة ما يعرف بالسلسلة الذهبية المقصود بعدم المخالفة و إنه هذه حالة الحكمية هنا أنبثاقية يعني مو حالة استنباط أو استنتاج بحيث ممكن أن نتوقع بأن أولي الأمر يستنتجون شيئا خلاف ما جاء عن الرسول و إنما هم خزنت علم الرسول صحيح فمن هذه الناحية المطلوب هو أن نطيع الله المفتاح في معرفة مراد الله على الوجه التمام الرسول و المفتاح في طاعة الرسول صلى الله عليه وآله و الإمام من بعده هم أولي الأمر و إلا من أين نعلم بأنه هذا قد صدر عن الرسول فعلا أو أن هذا هو حكم الرسول فعلا خصوصا عندما تكون هناك أمور ومستجدات في الحياة طيب سر عباس نبقى في قضية أولي الأمر إذا تسمحون نفصل فيه الرسول مرتبط بالسماء هذه إشكالية موجودة عند الآخر يقول الرسول في وجوده هو ولي الأمر نعم و لكن هو مرتبط بالسماء نعم بعد الرسول عندما تقولون هناك ولي أمر نعم بعد النبي هو الأمير بعد الأمير هو الحسن و بعد الحسن هو الحسين هذه نظرية الشعى الإمامية هؤلاء ليسوا مرتبط ليس لهم ارتباطهم بالسماء قضية الوحي والتنزيل والآيات وما إلى ذلك كيف يتعامل الولي بعد الرسول في الأحكام الشرعية لا هو مرتبط بالسماء لا يمكن بل هو صلة السماء بالأرض الولي لا يمكن أن تنقطع صلته بالسماء وإلا يصبح حال الولي حالنا لا يكون هو الممثل لحكم الله نعم التنزيل بعنوان القرآن حده مع الرسول لكن من قال بأنه القضية موقوفة فقط على هذا التنزيل الذي هو ينكشف كقرآن بين أيدينا هو نفس القرآن يشير إلى أن هناك تنزيل آخر منحصر بالرسول لم يظهر كآيات يعني عندما يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك نعم وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا التنزيل أمر معين إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وهذا التنزيل ينكشف عبر بيان الرسول أو عبر سنة الرسول وأحاديث الرسول المباشرة يعني عندما يقول وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى يتحول كل نطق الرسول إلى وحي صحيح خارج القرآن هذا وحي النبوة أستاذ عباس هنا يقفون بقضية أن هناك وحي يربط الرسول بالسماء الإمام كيف يرتبط بالسماء طريقة لا مصطلح مصطلح وحي النبوة إما أن نقصد بأنه الوحي هنا المقصود به ما يتعلق بكلام الله عز وجل الذي هو القرآن الذي بين أيدينا صحيح إذا نقصد به هذا فالوحي ليس موقف عليه حتى مع رسول الله ليس موقف عليه لأنه ما ينطق الرسول بندق إلا أن يكون وحيا طيب فإذا يوجد اتصال إذا رجعنا إلى القرآن سنجد بأن أمسا أيضا يوحى إليها فالوحي الذي يمثل صلة خاصة من الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده هذا ليس موقفا على الكتب السماوي وإنما الوحي يكون متصل ومتصل يعني مثلا في قصص الأنبياء ترد أننا أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ليوسف وهو كان طفلا يوحى الله تبارك وتعالى إليه إذن الإيحاء من الله تبارك وتعالى لمن يعينه الله هو هذا الذي يعطينا مبرر التعليم ما المقصود بالإيحاء المقصود بالصلة يعني بمعنى أن هذا الحاكم الذي يعينه الله كيف نكشف بأنه هو هذا حكمه بالضبط حكم الله نقول ما دام الله قد فرض وجوب طاعته يعني باختصار ما دام فرض وجوب طاعته فإذن هو يحكم بما أراد الله صحيح طيب كيف نضمن الآلية التي يحكم بها بحكم الله تبارك وتعالى إذا لم يكن متصلا بالسماء يعني إذا كان مثلنا ينظر في الآيات فيأتي كيف أنا أأتي وأقول مثلا تنازعتم ما معنى تنازع أرجع إلى المعجم ماذا قيل في التنازع ما هو التنازع مصادق التنازع بعد ذلك أأتي أمامك ومن تسألني على آية أستذكر اللي فهمت من القواميس وأرجع له إذا كان بهذه الطريقة هذه الطريقة قابلة لأن تكون خطأا يرد الخطأ في في نسبة معينة ولو بنسبة معينة صحيح هذا المعنى إذا فهمنا بأن الله يأمر بطاعة من هكذا يفعل فهذا المعنى لا يليق في أن الله تبارك وتعالى يفرض طاعة أحد هو أصلاً يتلمس هداه لابد أنه يكون الهدى على المستوى الخاص هذا المعنى قرآني وارد بشكل واضح عندما يقول ثم أورثنا الكتاب يعني بعد أن يبين بأن الله أوحى وأنزل الكتاب على رسوله بعد ذلك يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فإذن السابقون بالخيرات بإذن الله هؤلاء بالفعل يعلمون ما أراده الله تبارك وتعالى على الوجه الدقيق أو الذين أورثهم الله تبارك وتعالى الكتاب لأنه لا أفصل في معنا ومضمون هذه الآية لأنه يعني تخرجنا عن القصر نعم أحسنتم سار عباس نتوقف عند هذه النقطة نذهب إلى أفاصل وتذلك نعود معكم إن شاء الله مشاهدين كرام أيها الأحباء الكرام أينما كنتم نذهب إلى أفاصل قصير وعد ذلك نعود ونكمل هذه الحلقة ببرنامج حياة المصطفين كونوا معنا لك الحمد مهما استطال البلاء لك الحمد مهما استبدل ألم لك الحمد إن عزايا عطاء وإن المصيبة لبعض الكرم يا ربي يا إلهي يا يا إلهي الله 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 ألم تعطني أنت هذا الظلاء وأعطيتني أنت هذا السحر فهل تشكر الأرض قطر المطر؟ فهل تشكر الأرض قطر المطر؟ وتغضب إن لم يجدها الغمار شهور طوال وهذه الجراح تمزق جنبي مثل المدى ولا يهدأ الداء عند الصبر الله 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 حياكم الله من جديد أحبتكم الكرام مشاهدي قناة كربلاء الفضائية ونستمر في هذه الحلقة برنامج حياة المصطفين قبل العودة إلى ضيفي ننوه إلى أرقام الهواتف الخاصة بالبرنامج هذه الأرقام ستظهر أمامكم أسفل الشاشة بالإمكان للتصال وطرح الأسئلة فيما يتعلق بآية طاعة أولي الأمر من سورة النساء في مبحث الإمامة في القرآن وسنعود إلى سر عباس ونكمل المحاور التي أعدت لهذه الحلقة حياكم أجل سر عباس نبقى في قضية طاعة أولي الأمر سر عباس كما ذكرتم أنه طاعة الله تتحقق في طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر هي نفسها طاعة الرسول طيب لو تناولنا قضية تركيبة أولي الأمر هذا الأمر ما هو هذا الأمر الذي هم أولى به منا يعني الظهور العام الذي عندنا أولي الأمر الذين يتولون الأمور يتولون الأمور يعني ستكون وهذا صاحب الأمر يعني الذي يأمر فيطاع لكن أولي الأمر هنا هو الأمر المنوط بالسماء يعني حكم الله فيكم يعني هم الذين يتولون أصدار الأوامر التي تكون موافقة لمراد الله تبارك وتعالى فهذا يعيدنا إلى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ويعيدنا أيضا إلى طبيعة أمر الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فإذن هؤلاء الله تبارك وتعالى قد أوكل الأمر إليهم والإيكال هنا لأنهم يتصلون بعباد الله ويكونون مظهرا لحكم الله تبارك وتعالى في عباده لأنه شئنا أم أبينا نحن لا نستطيع أن نأخذ حكم الله إلا عبر أناس عينهم الله تبارك وتعالى بيننا لنأخذه لذلك قال منكم يعني الآن ما الذي حكم به الله علينا حتى لو أخذنا قضية الفراغ أزكى الصلاة والصوم والحجم هذا فرضه الله علينا من أين تلقيناه؟ تلقيناه من بشر بيننا وهو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله فهي أحكام لله وعوامر لله لكن موكلة لمن في قضية البيان والتبليغ وكل ذلك إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ماذا أوكل لهم سيد عباس قضية التوكيل هذه فيها معاني كثيرة ونحن كشعة مرتبطون بأهل البيت وبطاعته للأمر نتهم بأننا نعتقد بأن الله أوكل إليهم كل شيء الآن عندما نريد أن نتحدث عن أمر الله من أين نأخذه؟ يعني الذين يطعنون الآن في رسالة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هم في الحقيقة يطعنون بكل حكم إسلامي صادر كيف؟ لأنه إذا قلت بأنه رسول الله ليس رسول من الله فكل ما جاءنا من صلاة من صيام من عبادات من معاملات من معارف وها علاقة بالتوحيد يعني كشف الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عن خصائصها كل هذه ستضرب لأنه لا نستطيع أن نثبت بأنه هذه القضية جاءت عن الله إلا بالتصديق بأنه هذا هو رسوله فإذن عندما نقول بأنه الرسول موكل من الله تبارك وتعالى ببيان أمره وبيان حكمه لا يمكن لأحد أن يقول على عينكم حاجب وأنتم تتحدثون بيان الأمر وبيان الحكم وقضية الارتباط بالتوكيل كل شيء حتى فيما يتعلق باليوم الآخر حسب وجهة نظر الآخر تكون محدودة هذه الوكالة محدودة بأمور معينة فقط بالتبليغ الباقي الذي لا تحده يعني الآن تكون محدودة هذه أوامر الله التي صدرت الأوامر الأخرى من أين لنا؟ ما لا يوجد إلا أن تكون من همزات الشياطين يعني لا يوجد عندنا حكم لله يمكن أن نأخذه خارج بيان الرسول الأكرم مطلقا حتى الذين يمكن أن يأتي إلى أذهانهم قضية الناس يعني قضية الكتاب ويقول أخذها من القرآن فالقرآن تبليغ من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إذن كل شيء متعلق بهذا الثابت أنه الرسول مرسل من الله لو يأتي أحد ويطعن بإرسال الرسول من الله ويزعم بأنه الرسول ليس رسولاً لله كل شيء آمن به المسلم يقع لا يوجد له ثبوت أصلاً فمعنى ذلك أنه التوكيل ظاهر وحقيقي ليس توكيلاً باعتباره هذا لا يعني بأنه نحن نفصل الأمر ونتجه نحو الرسول ونبتعد عنه لا مو هذا المعنى المعنى أنه الآلية والكيفية التي أوصل لنا الله تبارك وتعالى أحكامه وشريعته ومراده إلينا هي عبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلذلك عندما ترد في أدبيات بأنهم هم مظاهر أسماء الله أو نحن والله الأسماء الحسنى هذا التعبير يعني بأن الله تبارك وتعالى كل ما يرتب بأسمائه يظهر ويتجسد فيهم كأحكام هم يبينونها لنا هم يحكمون بحكم الله هم يكشفون عن مراد الله ولذلك عندما نرى تعبيراً مثله وللأمر ممكن أن ينفتح الدلالة للوصول إلى الأمر الإلهي ليس فقط في حد التشريع بل ينفتح إلى حد التكوين أيضاً فيكون أمر الله تبارك وتعالى لا يخرج عن نطاق ما بينه لهم وما جعل لهم فيه طيب سيد عباس لنكمل الآية المباركة وننتقل إلى موضوع التنازع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لم سبب عدم ورود أولي الأمر هنا نعم لأنهم التنازع في تعيين أولي الأمر هو الأساس يعني وطبعاً هذه وردة فيها عندنا رواية رواية تذكر في قراءة إهل البيت أنه ورد هذا الأمر وقراءة أخرى تذكر بأنه عندما يحصل فإن تنازعتم في شيء يعني تنازعتم في المتعين يأتي أحد ويريد أن يدعي بأنه من أولي الأمر ويأخذ مجموعة أو تاريخياً أنت تتنازع الآن مع شخص في هذا الزمن ويقول لك أولي الأمر المقصود بهم فلان وفلان وأنت تقول له المقصود به أمير المؤمنين صحيح ألم أن الاحتكام الاحتكام إلى الله والرسول كيف يتم الاحتكام إلى الله والرسول أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه علينا بالأخذ من الرسول علينا بطاعة الرسول واتباء حكم الرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ججر بينهم فنعود إلى حكم الرسول سنجد بأن الرسول يقول من كنت مولاه فهذا علي المولاه إذن هذا المقام هو مقام أولي الأمر متعين فيه فإن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر تعود إلى الرسول يحل عندك مثل هذا النزاع لأنه الآن للتنازع وصل مرحلة أنه الناس لأنه يقرأون التاريخ وأنه يأخذوا موقفا من التاريخ هل تقبل بأن يكون فلانا وليا للآمر يقول له أرجع إلى الرسول لأقبله عينه الرسول تقول له لا لم يعينه الرسول اختارته الأمة مثلا وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول لك اختاره الرسول فإذا التنازع هنا حصل إذن أولي الأمر متعينين من الرسول القرآن يقول لك أعد إلى الرسول إذا قلت أن الرسول لم يعين أحدا فالتنازع باق على ما هو عليه فمعنى لا يوجد يعني هذه الآية متهافتة إلى الدرجة التي أن نرده إلى الرسول وسنجد الفراغ يعني سنجد بأن الرسول ليس له حكم وليس له تعين إذن مجرد أن يقول ردوه إلى الله والرسول فمعنى يوجد نص يوجد تعين وهذه هي الأساس نعم إذا تسمحون سيد عباس نستقبل اتصال من أخ أبو سمير من كربلة أبو سمير تسمعني سلام عليكم نعم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله سيد عباس حياكم الله يحفظك الله يسلم حياك الله عزيز الله سلام على أمير المؤمنين وعلى علي الهادي والحسن العسكري الله يبارك بكم يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم حياك الله سميرا الله يحفظكم من نوركم الله يبارك بجهودكم يحفظكم الأمير شكرا حول طاعة أولي الأمر طاعة أولي الأمر يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نعم فالتعين لأولي الأمر هذا هو محور الحديث الله يحفظكم أستاذ عباس الموضوع حولي أشان الجسم تأخر العفو في طاعة أولي الأمر في آيتي أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في قاضية طاعة أولي الأمر الله يحفظكم يحفظكم أبا سمير حياكم الله يحفظكم يحفظكم نعم أستاذ عباس لو رجعنا بالعودة إلى الآية المباركة إن كنتم تؤمنون بالله قضية ردو اليوم الآخر لماذا وردت هنا يعني الإيمان بالله المعقوب أليس بالأصل فقط الإيمان بالله فقط لو يحاسب يعني أنت هذا على ما يقول في التهديد يعني هذه نار تلظى يعني إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر يعني تؤمن بأنه هناك حساب وهناك حياة أخرى ممكن أن تتعيش التعاس فيها لأنك لا تراعي حدود أن ترد الأمر إلى الله وإلى الرسول فإذا أنت تريد أن تعرف هل حقيقة هذا الإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله الدعائي فممكن أن يدعيه لكن حقيقة عنده حضور لأنه هناك حساب وهناك حياة أخرى لو كان يؤمن حقيقة تأخذ الأمر بجدية عالية لأنه مو يبقى في قضية الارتباط بالمعاد والحساب والجنة والنار وما إلى ذلك يعني أنا بهذه الفترة مثلا أنا أتابع كثيرا ما يصدر مرات مناظرات ومحاضرات تعرف فأجد بعض الشخصيات اللي يعني تدعي العلم وكذا وتفتح قنوات على اليوتيوب وغيره فيجاهدون في مسألة أنه يحاولون أن يقولوا بأنه الشيعة الإمامية يعني أفكارهم أو نظريتهم نظرية خاطئة لأن الله لم ينص على أمير المؤمن لم ينص على أحد يعني يستقتل لأجل إثبات قضية في الحقيقة إن أثبتها أثبت أنه لا دين يعني لا دين يوجد من الله تبارك وتعالى أن كل الأشياء تتهافت أن أثبت أنه عدم وجود نص على الإمام لا ليس لله نص على أحد فلماذا ينزل هذا الدين يعني ما هذا الدين الذي ينزله الله ويستفز الكائنات السماوية والكائنات الأرضية حتى يبلغوا للناس هذا الدين ثم بعد ذلك هذا الدين يعطى إلى الناس والناس بعد بكيفه يروح يصير عليهم حاكم هذا الحاكم يستنتج كما يريد يرفع السيف على مجموعة يقتل مجموعة يعطي مجموعة يحرم مجموعة سبايا قتل فتوحات كل ما شئت من هذه الأمور وهو جاء مستقتل ويريد أن يثبت بأنه هو مع الله طيب هذا الإله الذي أنت تؤمن به هذا الإله أصلا هو ما صان دينه يعني ما خل دينه بالطريقة لأنه هو يعلم هو نفس القرآن لو يرجعوا له سيجدون بأن الله تبارك وتعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء طيب الذي هكذا صفته ويعلم ما بين أيدينا وما خلفنا أي يعلم ما نحكي به وما نبطنه فالذي بين أيدينا ما نقدمه من أعمال والناس تراها وما خلفنا هو ما نستبطنه من نوايا لممكن الإنسان يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على من في قلبي ولكن لد الخصاب الله يعلم به فإذا كان الله يعلم بجميعنا ونحن منكشفون بتمامنا إلى الله فلماذا لا يعين من هو الذي يستطيع أن يحمل الناس على الجادة لماذا يترك الله تبارك وتعالى الناس تعبث في دينه وتصبح القضية على وفق العمزجة والأهواء بحيث لا أحد يستطيع أن يصيب أحيانا حتى الظن يعني الأخطاء تتراكم إلى الدرجة التي تصبح فيها الظلون صعبة ليس فقط اليقين حتى الظن صعب ويأتي هذا الشخص ويدعي لنفسه مقاما معين ويبدأ يحاور وكأنه كل اللي متعلق به بأنه نحن نصلي ومن قال لك أن الله يحتاج إلى هذه الصلاة يعني إذا لم تكن أنت تعي حقيقة صفات الباري تبارك وتعالى وأنه لا يعبث ويلعب إذا صليت أنت تصلي لإله آخر لأنه هذا إله اتخذت في هواك فمثل هذه الآيات الآن لو جئت إلى أحد وقلت له أولي الأمر سيقول لك الحكام أي حكام الحكام اليوم هاي يحكمون فعليك أن يطيعهم طيب ذول الحكام يمسوينهم تجنيد ولازمين الناس تروحون للقتال وسعي قاتلون الأبيض سعي قاتلون الأسود سعي قاتلون الأحمر سعى رايحين على مودي يفجرون نفسهما زينا هذا الله تبارك وتعالى أمرك بطاعتهم بشون أمرك الطاعتهم يعني لماذا هذا العبث بالدين أنت تروح طيع من تشابس لا تقول الله أمرني أطيعها هذا شيء يخصك أنت تريد الطيع واحد وتريد تكسب من وراء أموال أنت تحب تريد الطيعها بس ليش تنسب الطاعة إلى الله تبارك وتعالى وتقول بأنه هو الذي أمرني لأن هذا من أولي الأمر أنت رأيت بأنه هو يأمر فيطاع حتى ملوك الوثنية موجود عندهم هذا الشيء الملحدين رؤساءهم عندهم هذا الشيء يعني ما يوجد عندنا مجموعة ممكن أن يأتي من وسطها زعيم سواء كان هذا الزعيم على دين حق على دين باطل على أي شيء كان أطيع الناس لكن أن تنسب هذه الطاعة إلى الله هذه فيها مشكلة كبيرة وهذا معناها عدم خوف من الحساب يوم القيامة لأنه واصل إلى مرحلة يعني ترى في عينه بأنه يعني يعتقد بأنه عندما يقف بين يدي الله سيكون له حج وهو لا حج له لأن الله تبارك وتعالى من البداية عليك أن تحسم أمرك نحو الله تقول هو الرب هو الذي يوصل العباد إلى كماله هو الملك إذن ما دامه هو الملك هو الذي يملك من يشاء هو الذي يعطي ملكه من يشاء هو يولي من يشاء وعندما نقول يعطي ملكه من يشاء ليس معنى ذلك بأنه يعطي ملكه من يشاء على وفق هو وإنما الملك يعطيه لأولئك الذين يستطيعون أن يكونوا مظهرا لحكم الله لذلك قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فإذن من هذه الناحية هل تريد أن تحسد الناس الذين يعطيهم الله تبارك وتعالى من فضله نعم نستقبل الاتصال أخذ فرح من كربلا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة والإكرام تحية طيبة لكم أفادتنا الكرام وأكيد لا ننسى المسلم على مولانا الأنير المؤمنين من خلالكم الأنير أنا عليه السلام السلام على أسد الله الغارب أستاذنا العزيز في موضوعكم طبعا أنا عندي مداخلات دقيقة جدا نعم إذا كنت محونا طبعا نعم طاعة الله طاعة الرسول هي مقصودة طاعة علي بن أبي طالب عليه السلام طيب احنا نريد أن ترجم أن ترجم هذا الحديث طاعة الله هي طاعة مفروضة للإنسان طيب بلغها من بلغها رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله ونجد الكثير من المخالفين لهذا الصعب الذين خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ونجد المشاكل والكوارث والتحريف بكل شيء ولا زال لحد هذه اللحظة طيب الشخص لو يعرف ماذا أراد الله بطاعته وطاعة رسوله طيب أنا أطيع الله لازم أطيع رسوله صحيح صحيح هنا أنا أكو ارتباط أكو نظام بهذه النقطة طيب المقصود الأول نجي إلى وصية رسول الله كثير من الوصية ومبنينها ولاية علي بن أبي طادر عليه الصلاة طبعا هذه الأساس وهذه الركيزة بهذا الحديث طبعا عفونا الآية القرآنية نعم ثاني نقطة نحن في الماحة كان هناك مخالفين هذا الشيء النقطة الثانية المجتمع المجتمع بحاجة إلى أعمدة إلا ركائل طيب الله سبحانه وتعالى عندما قام لرسول الله صلى الله عليه يبلغ يا محمد فإنك لم تبلغ لم تبلغ لصلاة الله أمر أن يبلغ طيب هنا أنا أريد أنه أحد يطيعني يطيع الرسول الرسول خلفه كثير الكثير 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 المجتمع نرجع إلى العائلة إذا كانت يطيع الله يطيع الرسول أنا أقول تعيش بساعات هذه مئة من مئة لكن نجد أنه بعض الخلال في المجتمع حاليا ينعيشها عدم شنو عدم طاعة الله طاعة الرسول هناك يطيعون الله لكن بشكل مخالف للرسول نعم أنا أتمنى يعني ترجمون طاعة الله مخالفة لطاعة الرسول هناك هناك أشخاص يغس يعني تتكلمون بهذا المقدة المهمة نعم واضح شكرا المداخل الله يحفظكم ويرعاكم ذكرت قضية لطيفة قالت الطاعة في المجتمع مؤدى إلى السعادة نعم إذن عدم الطاعة هناك حالة من التخبط في المجتمع يحصل كما قالت وعدم الاتزام بالأوامر الرسول في طاعة من ولي علينا أصبح هناك خلل واضح في المجتمع يعني أمه على الأخوة أن يعلموا بأنه مجرد الدخول في الغيبة الكبرى فهو البلاء الأكبر والمصيبة الكبرى التي امتحنت بها الأمة امتحن بها الشيعة باعتبار لأنه الغيبة الولي الآن نحن نتحدث أغلب حديثنا ترى عن عصر الحضور نعم في عصر الحضور الولي يعني كل الدلائل اللي جاي نجيها هي عبارة عن أحكام اللي ننقد بها تاريخا يجب نقده يجب إظهار الحقائق فيه لأنه لا يكون الفرج إلا منوطا بهذا النقد كيف تهيئ الناس لأجل أن يستوعبوا الحقيقة الدينية من خلال نقد الواقع الديني الأول الذي حصلت فيه كل التداعيات اللي يتحدث عنها فالآن من نريد نتحدث ونقول طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الآمر وأولي الأمر هم الأئمة فنحن نتحدث عن عصر الحضور كيف يجب أن تكون الأمور وكيف الله نظم الأمر الآن في الحياة اللي هي نعيشها الحياة اللي نعيشها جزء كبير منها هي عبارة عن ارتداد حصل في الأول ونحن نعاني منه الآن اللي هو الانزياح والانحراف عن الخط الذي رسمه الله تبارك وتعالى يعني الأم هنا هل أطاعت أولي الأمر بعد الرسول نقول لا لم تطع ما الذي ترتب واقعا على هذا الخلاف أمور تداعيات حصلت صحيح الآن نحن لا نعيش حالة النص المثالية حالة النص المثالية أنا أعيد بها في ذاكرتي إلى عصر النزول صحيح لكي أستوعب المسألة وأنقض الواقع في ذلك الوقت لكن نحن الآن نعيش إرهاصات التزييف الذي حصل والانحراف الذي حصل الانحراف يفرض واقع الله تبارك وتعالى الحياة تمضي كأنما جسد الإنسان عندما يصاب أنت تباوعل تشوفه جسد من الخارج لكن المشكلة هو مصاب هو السلطان ماكله ده ينتشر به ده يتقل من من عضو إلى عضو فهذا الجسد تتباو على الشخص وتروح تتسلم عليه وتشوفه يتكلم وياه بس هو في داخله متهرئ منتهي الذي حصل من تداعيات فرضت واقعا جديدا وهذا الواقع الجديد تغير حتى في قضايا معينة مرتبطة ببعض الأحكام الكبرى لأن الآن نريد الناقش مثلا الناقش أمير المؤمنين ليس هو الولي المنصوب من الله يوم الغدير وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من كنت مولاه فهذا علي المولاه فهو ولي بأمر الله لماذا قبل بيعة الأمة بعد مقتل عثمان لماذا قبل البيعة بهذا الشكل لماذا لم يقل لهم أنتم إذا جئتموني باعتبار أنني منصوب من الله فأنا المسال صحيح بغير ذلك أنا لا أقبل بيعتكم نقول لأنه هنا حصلت عندنا إشكالات غيرت الوقائع فأصبحت معالجة الوقائع تستدعي معالجات ليست على المستوى المثالي يعني حصل عندنا تنازلات معينة لأجل الإنقاذ يعني مثل مثل يوسف عليه السلام عندما يقول للملك اجعلني على خزائن الأرض هي خزائن الأرض لمن؟ للولي صحيح هي ليوسف لكن الواقع الموجود لا يجعل لهذه القضية إمكانية للتحقق إذن الولي يتعامل مع الواقع فالولي مثلا أمير المؤمنين عندما وجد بأنه لابد من إنقاذ الأمة ليس فقط على المستوى الموجودين وإلا على مستوى طرح النموذج الرسالي الذي يمثل حكم رسول الله فعلا وكيف يكون لو أنه ما استلم هذه الفترة لضاءت عندنا حياة المسلمين على وفق ما أنزلها الله لأنه النماذج ستكون عندنا دائما هي نماذج منزاحة عن الحق انزياحا عاليا وبالتالي لا يوجد عندنا نموذج حقيقي نستطيع أن نرتكز عليها ونقول بأن الإسلام إذا حكم سيحكم بالشكل الصحيح أمير المؤمنين لهذه الأغراض وليأغراض معينة قبل لأنه الواقع قد فرض حياة جديدة الحرافات التي حصلت غيرت في الواقع بحيث أصبحت كثير من الأحكام يجب أن تعالف الآن اللي يردوني يحاولون أنه يتشبثون وفي مزاعم وشبهات يأتي إليك ويقول لك لماذا قبل أمير المؤمنين لأنه أنت غيرت الواقع وفرضت معطيات جديدة للواقع وتريد أن لا يتوجد حتى معالجات تريد أن تبقى الحالة المثالية فلا ينزل إلى الساحة من يحاول أن يعيد ويصلح وما إلى ذلك فقصد أن في مداخلة الأخت بأننا نحن الآن عندما نقول الأمة ونتحدث ترى نتحدث عن واقع معين أما ما حصل بعد الغيبة وأننا نعيش عصر الغيبة فهذا عصر هو عصر البلاء الأكبر أنك تكون لذلك يرد هذا اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولنا هذه الشكوى إلى الله في هذه الغيبة وهذه لها أعتقد يعني كثير من ما يجب أن يقال نعم نقف عندها إن شاء الله في الحلقات القادمة لأستاذ عباس الوهب الشمري شكرا جزيلا حضركم حياكم الله الله يحييكم الله يحييكم وشكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة والإصغاء والتقان الأسبوع القادم وحلقة جديدة من مرنامج حياة المصطفين تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل في مكتب النجف الأشرف نترككم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله المترجم للقناة